انا باتكلم مع واحد من احرف الناس يلاعبت كرة في مصر الحرفانة دي اكيد موهبة من عنده ربارة مفيش خلافة بس الموهبة دي اكيد فيه ناس اشتغلوا عليها من وانت صغير ما انت لو مشتغلتش عليها وممتها وطورتها وتعاملت معها صح ما كنتش بقيت اللعيب الحريف ده ده تقريبا ما بقاش موجود دلوقتي والدليل ان انت عدلي كام لعيب حريف في مصر تقريبا مش هتعرف تعدهم عليك ده واحدة ده لو اصلا عرفت تعد هي بص هو خلينا متفقين ان اصلا الموهب في العالم كله قلت بس بس هي الفكرة في ايه الناس برا الموهب ما بقيتش كتير زي زمان يا كريم بس هما بيشتغلوا على حاجات تانية بتعود الموهب يعني هما بيشتغلوا على القوة الصورة على النظام حاجات كتير اوه بيشتغل علي احنا مش عندنا اصلا الحاجات دي فانت هتفضل واقف مكانك والناس هتشافة فبالتالي احنا معندناش حد بس في حريفة برضو في العالم ما بقاش حد يدور خلاص مش زي زمان بقى حولك حاجة بصراحة تعال 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 اكبر ناديين فى مصر لا هلو الزمالك من اللعب الحريف اللي خلاصلك ماط شوية خد واحد ضد واحد في لعيبة موهوبة اشرف بن شرقي موهوب طاهر موهوب شي كبالة موهوب بس اللعيب الحريف ده اللي بيعمل سبعات وحركات وكلام ده كله ما بقاش موجودة لا ما بقيتش موجودة بس هي ما بقيتش موجودة عشان اصلا ما بقاش في حد يدور كريم زمان كانت الناس بتدور والناس تقعد تشوف يعني الناس كتيرا كان في حاجة اسمها كشفين فى الاندية الكبيرة كان بيسافر تقريبا كل المحافظات اللي في مصر واحد يدور احنا ميت مليون استحالة استحالة ازاي انت معندكش ميت الف واحد كويس فى الكورة صح يعني استحالة احنا مصر كلها بتحب الكورة بتلعب الكورة بس ما بقاش في حد يدور وبعدين الاستثمار الرياضة خرب الدنيا يعني انت دلوقتي لو واحد معه فلوس واحد موهوب اللي معه فلوس هو الايرع والموهوب دوت ممكن ما يباشر هو اللي بيلا بلا بيدفع فلوس؟ طبعا ده فيه اندية كبيرة انا مش عايز اقول اسامي يعني مش محتاجة الكلام ده وبتعمل فرقة استثمار اه يعني دلوقتي لو رايح مدرسة كورة اختبر بدفع فلوس عشان يختاروني لا لا فيه اندية مثلا تقولك انا هعمل فرقة الخمستاشر سنة مثلا الاستثمار فيبقى خمستاشر واحد استثمار وخمستاشر واحد استثمار الكتب بفلوس بفلوس وتلعب واكيد انت بتدفع فلوس هتلعب ممكن تلعب على حساب واحد اصلا او ممكن واحد ما يبقاش موجود علشان خطره وفيه واحد دخل استثمار فانت عايز تطور الكورة في مصر ازاي؟ كارثة كارثة طبعا انا بسمع اقولي شوية اصداماتك طبعا ده وعايز اروح لحكي معنا اضافة لكلامة كاتل محمود لسه كنا بنتكلم حتى المدربين تحت يعني اي مدرب النهاردة مثلا سي انت هتقول حديك مثال وانا عندي 16 سنة او 17 سنة كان التوقيت ده كان بيبطل الكابتن اسماحيل يوسف كابتن احمد رمزي كابتن اشرف قاسم كابتن عسام مرح الادارة ساعتها كان دكتور كامال درويش اولا ما بطلوا قال لك يشتغلوا في قطاع الناشئين ليه اولا انت عايز تزود الناس او تسكل الناس دي وبجاهزهم اللي هما بيبقوا مكوادر وبعدها حصل اللي الناس دي اشتغلت معنا سنة واخدنا بطولات وابتاع وبعد كده طلعوا في جهاز اوتوفيستر مدير فني كابتن حلمي طولان بتاريخه التدريب مدرب عام والناس دي معهم مساعدين اللي هما برضو ايه بيكتسبوا الخبرات لكن انت الوقتي لا فيه مدربين ناشئين كويسين ولا لعبوا حتى